موسيقى ازاي بدأنا نفكر ان احنا نعمل موقع لديلوجيا او فكريته جات ازاي في البداية هو مجهود متواصل على مدار خمس سنوات لدكتور عبد الرحيم علي رئيس مجلس ادارة مؤسسة البوابة نيوز ورئيس مجلس ادارة مركز درسات الشرق الاوسط في باريس سيمو في البداية لما مركز سيمو تم انشاءه منذ خمس سنوات ودكتور عبد الرحيم كان عنده جوالات كتير جدا في اوروبا وفي البرلمان الفرنسي برندوات كتير جدا قام بيها في البرلمان الفرنسي زي ما قلت في مجلس الشيوخ في نوادي الصحافة في الجينيف وميونيخ وجلسات كتير مع اعلامين ومثقفين وسياسيين في اوروبا وجدنا ان في اوروبا لديهم اشكالية كبيرة جدا وسوق فهم لعدد كبير قوي من قضايا الشرق الاوسط والقضايا المتعلقة بمصر وبالتالي كنا محتاجين ان احنا يكون لنا صوت اعلاني يعني يعبر عن وجهة النظر اللي احنا نفسنا مقتنعين بيها ودكتور عبد الرحيم مقتنع بيها خصوصا في ملف الاسلام السياسي اللي هناك هما دلوقتي بعد ما فقدوا قدرتهم في الشرق الاوسط وفي الدول اللي كان فيها ثورات وذهبوا الى اوروبا يعني هما مسيطرين بشكل كبير جدا هناك جماعات الاخوان المسلمين وبالتالي كان وجودنا هناك يعني له هدف للتعريف بتجربتنا مع هذه الجماعات لان اوروبا افكارهم معنا هذه الجماعات كلها مستقام من الجمعيات والتقارير اللي بتمولها جماعة الاخوان المسلمين وبالتالي بتكون متحيزة جدا لهذا الطرف ووجهة النظر المصرية او الوطنية ما كانتش بتبقى موجودة بلاس انه كمان قضايا الشرق الاوسط نفسها عندهم خلط كبير جدا في فهمها وبالتالي فكرنا ان احنا نعمل موقع من اسمه هو اسمه اللي هو ديالوج ان احنا نعمل حوار بين الشرق والغرب وانه الغرب يسمع مننا تجربنا سواء في الاسلام السياسي او سواء في ظروفنا الاجتماعية والاقتصادية كلامهم عن الحقوق الانسان كان محتاجين يبقى لينا صوت ولينا رؤية مصرية تتحدث عن كل هذه الموضوعات اللي تقريبا طول الوقت بيلوح بيها هناك بشكل لا يمت للواقع بصلة واحنا عندنا في الديالوج رئيس التحرير هو كاتب ومؤرخ فرنسي رولان لومبردي ورئيس مجلس الادارة دكتور عبد الرحيم علي وتم اختيار انه يبقى رئيس التحرير هو كاتب فرنسي لانه احنا هنا بنتكلم مع الغرب وبالتالي كان لازم تتكلمي معاهم مش بس بلغتهم انه تكلميهم فرنسي يعني مش بس فكرة اللغة اذا لغة لا هي فكرة تكلميهم بالمنطق بتاعتهم بالمنطق بتاعهم بطريقة تفكيرهم عشان تعرضي وجهة النظر اللي انتي عايزة توصليها لهم بالطريقة اللي بيفهموها لانه هناك عندهم طرق مختلفة في فهم الاشياء لا يعتمدون على الكلام المرسل الجمل البلاغية ما بيفهموش الطريقة دي في الحوار بيفهمو طريقة انه يبقى عندك دلائل على كلامك يبقى عندك وثائق يبقى عندك بحث انتي عاملا عن القضية اللي بتتكلمي عنها عندك نتائج ينقشوكي فيها فبالتالي كان يجب ان يكون هناك معنا في هذا الموقع كتاب من الغرب علشان كمان احنا نسمع وجهة نظرهم وبالاخص لو احنا كمان الكتاب دول وجهة نظرهم فيها كتير من وجهة النظر اللي احنا بنعتقد فيها فبالتالي المشروع على بعضه عنده وجهة نظر معينة تجاه قضايا الشرق الاوسط والقضايا الخاصة بمصر لمحاولة انه اعادة تشكيل الصورة المغلوطة عن مصر او عن الشرق الاوسط بشكل عام في الغرب طبعا احنا عندنا مجموعة كبيرة جدا من الكتاب اللي بيكتبوا معانا في موقع الديالوج ومازلنا بيعني طول الوقت بنضيف لهذه القائمة اسماء اخرى القائمة طويلة جدا ومش عايز انسح حد من الناس فخليني استعين بالورق اللي قدامي واقولك ان احنا عندنا يعني مثلا على سبيل المثال وليس الحصرة عندنا وزير الدفاع الفرنسي الاسبق بيرلي لوش عندنا رولان جاكار كاتب وخبير في الارهاب الدولي عندنا زي ما قلت لك رولان لومبردي كاتب فرنسي ومؤلف كتاب عبدالفتاح السيسي بونابارت مصر وبالمناسبة كان عنده ندوة يعني ترية جدا كانت في معرض الكتاب من يومين وكانت يعني من الندوات المسمرة جدا وكانت يعني ندوة بصراحة نجيحة جدا عندنا ميشيل صبان هي رئيسة الصندوق الاخدر في اوروبا مهتم بالتغيرات المناخية عندنا المحامي الدولي إليه حاتم عندنا أوليفي دروزون وعندنا ألان رودي وعندنا ليا رازو وعندنا دريسة كامبي من مالي وعندنا السنتر جاكلين أستاش هي نائبة رئيس حزب الجمهوريين وعضو مجلس الشيوخ الفرنسي عندنا من مصر طبعا عندنا دكتور زاي حواز دكتور علي الدين هلال دكتور عبد المنعم سعيد دكتور محمد كمال دكتور إبراهيم نوار دكتور حسان بدراوي دكتور مصطفى زايدي من ليبيا والقائمة طبعا طويلة وطول الوقت القوس مفتوح بالنظم كتاب جدد طول الوقت بيكتبوا معنا احنا عملنا عدد اسبوعي لجريدة البوابة وهذا هو التعاون بين جريدة البوابة وبين موقع الوديالوج بكل يوم اتنين بننزل كل الشغل بتاع المقالات والموضوعات والملفات اللي بيتم نشرها في الوديالوج بننزلها في الجريدة الورقية كمان احنا اخدنا حصريا نقل موقع الوديالوج بالنسخة العربية على موقع البوابة فبالتالي الناس اللي محتاجة تتابع موقع الوديالوج عندهم فرصة انهم يشوفوه بالعربي شوفوه كل الموضوعات اللي تنزل عليه بالعربي من خلال موقع البوابة زي ما قلت لحضراتك احنا بنحاول نقدم مادة صحفية جديدة بنحاول نقدم نبعد عن فكرة الفرقعة الاعلامية صحفة الترند نبعد عن كل هذه الاشياء ونقدم مادة صحفية جديدة تعتمد على التحليل السياسي تعتمد على المقالات وتعتمد على المتخصصين ايضا انهم يكتبوها وبالتالي بتعرضي وجهة نظريك بشكل سليم بتعملي بريزنتيشن محترم لوجهة نظريك او وجهة نظر بلدك وبتعملي مجابهة كمان لكل الافكار المغلوطة اللي بيتم بثها وبيتم الجاب اللي بيننا وبين الغرب او المساحة الفارغة بنتيجة الصمت الفترة طويلة وعدم موجود وسيلة اعلامية تعبر دولية تعبر عن وجهة نظر مصر او الشرق الاوسط فكان المساحة الفارغة دي بتعمل مشاكل كتير انه بيبقى فيه صورة مغلوطة عن مصف قضايا كتير جدا فبالتالي احنا بنحاول وان شاء الله ربنا يوفقنا في ده ان احنا نعيد تشكيل هذه الصورة ونشارك في حدوث جسر تواصل وحوار بين الشرق والغرب طبعا احنا عندنا طموح لا نهائي لانه احنا طول الوقت احنا بنحلم يعني حتى احنا في اول عدد خليني اشير اليه في النسخة الاسبوعية للبوابك كان دكتور عبدالرحين كاتب مقال في البداية اسمه الحلم الحلم احنا طول الوقت بنحلم طول الوقت بنقول احنا عندنا قناعة معينة بنشتغل عليها احنا بنحب بلدنا جدا عايزين بلدنا تبقى احسن بلد في الدنيا احنا بنفهم في ايه بنفهم صحافة واعلام وثقافة وفكر وده اللي نقدر نساعد بيه بلدنا فبالتالي هو ده مشروعنا عملنا البوابا نيوز عملنا سيمو عملنا الديالوج عندنا مشروع كبير قوي خليني اعلن عنه معيكي هو مجلة اسمها تحولات برضو باللغة الفرنسية اسمها تحولات وموقع الكتروني هيصدر قريبا ان شاء الله هيبقى متخصص في الشأن الادبي والثقافي وهيبقى على رأسهم الشاعر الكبير ادونيس وهيبقى معاه طبعا مجموعة كبيرة جدا من الشعراء والادباء سواء الغربيين او الموجودين في منطقة الشرق الاوسط وفي مصر علشان كمان احنا مؤمنين بقوة الدول ليست فقط باقتصادها وانما ايضا بقوتها النعمة ومثقفينها وكتبها وشعراءها فبالتالي احنا هنحاول ان احنا نسهم في ان يكون لنا كمان دور في ابراز القوة النعيمة المصرية او العربية كمان عندنا موقع الالكتروني ومجلة يشارك فيها معينا دكتور زيا حواس عن مسمينها ايجيبتولوجيا هتتكلم عن الاثار المصرية وحتتكلم عن المواقع الاثارية والاكتشافات الاثارية المصرية برضو في مساهمة مننا اللي يعني انتعارف الغرب مهتم جدا بفكرة الاثار المصرية والحضارة المصرية ما اما مليعين بالفكرة دي فطبعا يعني موقع زي كده هيبقى اثهام في الدعاية للسياحة والاثار المصرية كان عندنا زي ما قلتلك الفترة اللي فايتت رولان لامبردير استحرير موقع الديالوج وعمل زيارة للاماكن الاثارية والسياحية في مصر وكان مبسوط جدا احنا هنقرر هذه الزيارة من خلال موقع الاجيبتولوجي لعدد كبير جدا من الصحفيين والاعلامين والكتاب والسياسيين الغربيين بحيث الناس لما تيجي وتزور ويكتبوا على صفحاتهم ويكتبوا في مقالاتهم عن مصر وعن الجانب الإيجابي وعن الأشياء الإيجابية اعتقد ان ده مهم جدا في المرحلة البيت